مساء الخير أحبائي وعزائي خبر مفلح جدا البرلمان المصري يوافق على قانون جديد لوضع المسيحية من المقرر أن يوافق البرلمان المصري على قانون جديد تم سياغته بالتعاون مع الكنائس المحلية المسيحية فيما يتعلق بالوضع القانون الشخصي للمسيحيين في البلاد ومن المتوقع أن يوافق البرلمان قريبا على قانون طال انتظاره بشأن الأحوال الشخصية القانونية للمسيحيين في مصر وبحسب عضم في اللجنة التشريعية البرلمانية من المقرر منقشة مشروع القانون بعد فترة وجيزة من امتتاح مجلس النواب جلساته الجديدة في 23 يناير كانت سياقة التشريع الجديدة التي تتمن أحكاما بشأن القضايا الحساسة المتعلقة بقانون الأسرة عملية طبيلة بدأت في عام 2014 وشارقت فيها جميع الكنائس المصرية أنها تزارت العدل عملية الصياغة في يونيو 2021 بعد 16 جلسة تشورت كلها الخبراء القانونيين والمسؤوليين حكميين وممثلين عن الكريسة للتواصل إلى طوابق بالقراء بشأن صياغة النص ركزت المنقشاته بشكل خاص على المسائل الحساسة مثل الطلاق والانبصال القانوني للزوجين والتي تتبع الكلايس المسيحية منائج كلاسية مختلفة حيالها سلم القادة المسيحيون نصهم المختلف المشاركة إلى السلطات المصرية في 15 أفضل 2020 ونحن إن شاء الله في صدد هذا الخبر خبر آخر اختطاف أربع رهيبات في نجيريا أعلنت رهيبات يسوع المخلص أن أربع من أخواتهم اختطابنا في ولاية إيمون نجيريا يوم الأحد وقالت الأمينة العامة للمجتمع الأختي زيتا في إعلان يوم 21 أغسطس أنه لألم شديد نلفت انتباكم من اختطاب إخواتنا يونسان وكريستبيل وليبرتا وقع الاقتطاب السريع بينما كانت الرهيبات تتركوننا إلى القدس إنها نجس صلاة شديدة من أجل الإطلاق صراحهم السريع والأمن وكتبت لنا الأغسطس جيتا تضاعبت عمليات خطف المسيحيين في نجيريا في السلوات الأخيرة وهو وضع دفع قيادة الكنيسة للتعبير عن قلقهم الشديد بشأن أمن عضوهم ودعوة الحكومة إلى أعطاء الأولوية لأمن مواطنها خبر آخر من الأخبار المسيرة جدل أقتلوا شخص في إطلاق نار على منطقة مسيحية ألمن يترفض منح اللجوء للمسيحيين من إيران أسمع هذا الخبر أقتلوا شخص في إطلاق نار على منطقة مسيحية في باكستان لقيا كسلوكيو مسن مصرع وبينما أصيب سلسة مراقينة بجروح عندما آجوا مسلحون بدرجاته النهرية منطقة المسيحية في منطقة مستغم بحقليم مقبلوشستاني الباكستاني وأصيب وولس المسيح 65 سلب سلسة رصاصات عندما فتح راكبنا الدراجة البخارية النار في ساحة العرب ونفتوح أمام المستعمال المسيحية وتم نقل مسيح والمراقين السلسة المسيحين المركز السلسة المستشفى المدن في عاصمة المقاطعة كويتا وتوفى مسيح صباحا اليوم التالي وأقيم الجلسه في كنيسة الطباوي جوزيب جيرالد بالقرب من المستعمرة مسيحنا هو الأقل أكبر لرجل هندري مسيح وهو برلباني من بلوشستان قتل على أهد حارسه الشخص في كويتا في عالفين وانبعتاشر وأن أغلبية هذه الدولة غير مسيحيين ويقترع مية وخمساشر مسيحيا فقط ترك الأطوال ضمن الأرض لصلاة المغرب كان الأولاد الأخارين يلعبون عندما بدأ أطلاق النار كان عم يصرخ للطلب المساعدة وصبي يبلغ من عمر 17 عين أصيب أيضا بالرصاصة بالنعدة وبحالة حرجة حزب ما قال دانش سليم ومن الأخبار المحزنة أيضا ألمانيا ترفض منح اللجوء للمسيحيين من إيران رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضية إيراني تحول إلى المسيحية والذي تعرف ترحيله من ألمانيا إلى إيران على أساس الحرية الهندية يخشى نشاطها من أن قرار المحكمة يعني أن رجل بلغ من عمر 47 عاما من المحتمل أن يواجه السجن والموت بسبب تحويله الديني حسنا الذي تم تغيير اسمه لحماية تعوياته تم تسجيله فقط باسم تقدم طلب الحصول على اللجوء في عام 2018 ويكون محلام في ألمانيا حيث يمكنه ممارسة عقدة المعارية بعد أن اعترقه وزوجاته وعائلته المسيحية افتحوا الكوات الأمنة في إيران منزل ومصاره كده خطبه مع جهازة الكمبيوتر وجهازات الصبر والإنجيل ثم فر إلى ألمانيا مع صدرته عبر ترقيا وفي بيان صدر فيه 11 أغسطس حظر الهندية من أن إيران واحدة من أخصر الماكل في العالم من نسبة المسيحيين الطائف كل شخص بسبب إيمانه والمعتنقون معرضون للخطر بشكل خاص في العالم الماضي تفاقم من التوادد الديني بشكل كبير يمكن الحكم على من يطلق عليه من المنحرفون الدينيون بالسجن كما يتم استخدام تعم الأمن القومي باستمرار الاستخدام للأقلية الدينية يجب على المحاكم في ألمانيا أن تأخذ ذلك في الاعتبار عند معالجة طلبات اللجوء إليها أشكر وضاء أننا في مصر الكريمة مصر الحبيبة مصر التي تعتنق كل مسيحي مصر التي تحب كل محبيها طالبان تقول لا يوجد مسيحيين يعيشون في أفغانستان غادر اليوود الأفغاني الوحيد المعروف كان حسين أندرياس مقاتلا دينيا في الحرب ضد الجيش السوفيتي الغاري على الغازي في أفغانستان في أولي السابنيات ولكن بعد حوالي عام من مغادرة السوفيتي على مدى السنوات التسعة تقول أن درايا في العديد من البلدان القومية وعانى من التعذيب وعرض عليها أخيرا موظيفة في كنيسة فيرجينيا مما مكره من الهجرة إلى الولايات المتحدة الآن من منزله في ولاية تينيسيستي عرض مباشرا يوميا يدعو إلى المسيحية وقال لدينا كنيسة أفغانية هنا في تينيسي تضم 15 عضو ولدينا كنائس أفغانية أخرى أكبر في كينتاكي ولوس أنجلوس وقال أندرياس أن العديد من الأفغاني الراحلين للكليسة وعيدة ثلاثين يوم في الولايات المتحدة بعد أن استولى الطاليبان على السلطة في أفغانستان العام الماضي في الشعر الماضي دعت المجن الأمريكية للحرية الدينية الدولية وزارة الخارجية الأمريكية إلى تصليف حكومة طاليبان الفعالية لأنها دولة تسير قلقا خاصا وسيبسل هذا لدرجة عن مزيد من العقوبات المالية وقالت بتقديد تشير للتقرير لأن الطاليبان تواصل بالتعادي الأقليات الدينية ومعقبة السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها وابكر لتبسلها المتطرب للشريعة الإسلامية أكثر من 85% من سكان أفغانستان عددهم 38 مليون نسمة هم من المسلمين السنة وحوالي 12% من المسلمين الشيعة وتعيش هناك عدد صغير من القبولات الدينية الأخرى مثل السيخ والهندو صغيرهم وابكر تقوصها المخاوب واسعة المتطرب لشعل الأجابات المنهجية الموجهة من قبل فرع خرسان التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية على الشيعة والسيخ والهندوس لكم مني كل الحب والتقدير ونشكر بلدنا مصر الحبيبة التي نعيش بها بأمان واستقرار لكم مني كل الحب والتقدير ويا رب تكونوا بأحسن حال وأحسن خير خير يا رب دايما نكون في كل ما هو يبسطنا وندعو إلى الوئام وندعو دايما إلى الحرية المصفية إننا في مصر العجيزة بلد الحب بلد القرامة البلد التي يدعو الكل إلى السكر بها راديو مسيحي يتفاعل مع قيود أوكرانيا على اللغة الروسية في شرق دونباس والمناطق البنوبية أعطت قواته الروسية الأولية للجوم وهناك مخاوق من أن موسكو تستعد لضم بعض المناطق المحتلة قد قانون اللغة الجديد في أوكرانيا إلى تعقيد خدمة بالنسبة لمواطنين الناطقين بالروسية بمقارنة القديد بالعهد السكويتي قال دان جونسون رئيس إذاعة كريستيان لروسيا التي تشغل إذاعة نيولاب من أوديسا على ساحل البحر الأسوأ في أوكرانيا لا أريد أن يتم إرقاء القبض على موظفيةنا على الهواء لقراءة الكتاب المقدس باللغة الروسية كنا نتوقع أن تضمر القناة بالعملياتنا اللاسلكية لكن اتضح أن هذا هو القانون شكرا لكم أحبائي وعزائي ولكم منكم حب وطوضير وسلام الرب